ما حكم تجميع الصلاة مع بعضا لها شروط لا ما فيش الجامعة في الربعية فقط يعني الظهر والعصر بنسميه وقت مشترك والمغرب وإن كان السلاسة لكعات مع العشاء لأنه ده وقت مشترك فيجوز تأدية صلاة الظهر في وقت العصر يبقى ده جمع تأخير أو العصر في وقت الظهر يبقى جمع تقديم يجوز تأدية المغرب في وقت العشاء جمع تأخير أو العكس العشاء في وقت المغرب يبقى جمع تقديم لكن حضرتك إن كان في حال الإقامة يعني الحضر يبقى مع الإتمام إنما إن كان في حال الصفر يبقى مع القصر الربعية إنما المغرب لا قصر فيها طبعا لكن الفجر لا ينضم إلى صلاة أخرى ومن فاتته الفريضة بالزبط أحسن يبقى تأخذني بقى الجزئية تانية لا قضاء الفوائد ممكن في حال نشاطه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة فليصلها متى ذكرها من نام عن صلاة أو نسيها يعني أعيد الحديث لأنه كنت هنسى نسيها من نام عن صلاة أو نسيها يبقى هنا فليصلها متى ذكرها ممكن بقى يصل الصلوات بس الإمام مالك رضي الله عنه استحسن الترتيب الترتيب ده عند الإمام مالك ترجمة نانسي قنقر